اشتركوا في القناة يعني خذ اجازة وارتاح واحنا زي ما بدك ومثل ما بدك واحنا مننتظرك وهذا فاخجلت من نفسي انه كيف اغيب عنكم فلاقيت حالي بسجل لكم حلقة اساسا كانت كلها بالبيوت وهي من الحلقات الطويلة مبروك عليكم يعني وبتستاهلوا كل خير ان شاء الله طبعا الحلقة اليوم هي مش اجازة ولكن ما رح اجاوب على الاسئلة فيها فهي رح تكون بس عن توقعاتنا اليوم وخصوصا القمر رح يتنقل ما بين برج الحمل وبرج الثور فعشان هي يخليكم معنا عشان نسمع ايش توقعاتنا لهذا اليوم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم السبت ثلاثة تموز له ثلاثة سبعة القمر موجود في منزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد رح ينكذ فيها حتى تمام ساعة ثلاثة وواحد وخمسين دقيقة صباحا صباح يوم السبت لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الثرية وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان واخفاء الأمور ومش مناسبة لالأشياء انك تتحدث عن أسرارك أو عن أمورك الخاصة ما بينك وبين أي شخص طبعا القمر موجود في برج الحمل وبما انه رح يضل ساعات ما بعد الظهر في برج الحمل فتأثيره رح يكون على جميع الأبراج بالفترة هاي انه نشعر شوي بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر من مشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة ناقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكننا برضو في الفترة هاي تعديل قصة شعر أو إقامة حفل ما طبعا قصة الشعر هنا للي عندهم شعر زائد وحابين يتخلصوا منه فالفترة هاي مناسبة أما بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم في عنا زاويتين وخلوق مسار الزاوية الأولى هي أما قبل خلوق المسار هاي رح تكون في تمام الساعة تقريبا يعني نحكي أربعة و أربعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء ومن أفراد العائلة ومن الأحباء فعشان هيك ديروا بالك من هاي الفقرة طبعا بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ في عنا خلوق المسار فخلوق المسار رح يبدأ من الساعة أربعة و أربعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبينتهي في تمام الساعة اتناعش و سبعة و عشرين دقيقة بعد الظهر هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوق المسار الساعة اتناعش و سبعة و عشرين دقيقة بعد الظهر القمر بنتقل وبصير موجود في برج الثور طبعا لما القمر بنتقل لبرج كل الأبراج بتأخذ من صفات هذا البرج لأنه بصير هو الغالب بتأثيراته على الجميع فعشان هيك نشعر بالحذر أكثر في هاي الفترة من ميل مل للمحافظة على منتلكاتنا و قل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا و أن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار و يمكننا أيضا في أي الفترة الاهتمام بأمور لها علاقة بالعقارات إما شراء عقار أو تنقيل أو ترحيل من عقار من بيت لبيت و برضو تنفع هاي لقضاء وقت ممتع في البيت أو مع أفراد العائلة و برضو ممكن هيك جمعة عائلية بمشاهدة التلفاز مثلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة أربعة وثمنتاشر دقيقة بعد العصر بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا يعني هاي زاوية إيجابية فرح تعطينا نوع من أنواع الاهتمام زي ما حكينا بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثاور معناه تخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين يوم خمسة سبعة بيبدأ في تمام الساعة أربعة وستة وخمسين دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم الثلاثاء ستة سبعة حتى تمام الساعة وحدة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا لينتقل القمر بعدها لبرج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال الآن بلشين حسر اليوم تقريبا صار أوضح بأنه هو أخذ الجزء اللي هو الهلال العريض نسميه اليوم الثلاثة وعشرين يوم يعتبر من الآن ورح يستمر هذا حتى تمام الساعة تقريبا 11 و7 دقائق 11 وثمان دقائق مساء لا يصبح اربعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير تقريبا بحدود الثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 و7 سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الحمل لينتقل للثور هو يعني رح يستمر لغاية ستة سبعة اليوم هو سعيد بنسبة عشرين في المية ولكن في ساعة المساء المتأخر رح يصير منتحس يعني في حلقة الغد لما نحكي عنه رح نحكي عنه انه هو منتحس أما بالنسبة العطارد في الجوزاء حتى يوم 11 سبعة اليوم منتحس بنسبة خمستعاش في المية زحل في الأسد الزهرة في الأسد حتى يوم 22 سبعة منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة أربعين في المية لأنه بلشت زوايا التربيع مع أورانوس تكون واضحة وزوايا التقابل اللي موجودة مع زحل أو ضح فعشان هيك بلشت النحوسة تظهر على الساحة بشكل كبير أما بالنسبة للمريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة أربعين في المية المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة خمستعاش في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى 11 عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثور يعني رح يضأ لغاية تقريباً 28 بحركة أمامية بعدين بيبدأ بعملية التراجع هو الآن سعيد بنسبة خمستعاش في المية نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة خمستعاش في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة خمستعاش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقتكم بأنفسكم اليوم كبيرة وبيعومكم النشاط اليوم بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم تهتموا اليوم بمظهركم بالتغييرات ممكن تقوم بتغيير اللق بتاعك اليوم اكثر هاي مرحلة انطلاقها لمشاريع جديدة بتتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين انت صباق ورائد في حق الاختصاصك ولكن بدك تنتبه من نقطة العواطف عندك او خلاف مع الاحبة او كلام جارح او سوء تفاهم فبدك تضبط عصابك في ساعات ما بعد الظهر بيصبح يوم بيحمل معا فرص مالية بتكون مفاجئة لأيلك وبتدخل تحسين على ميزانيتك وبتنشط بالاتصالات والزيارات بشكل كبير اليوم ممكن تهتم لا ترويج لخطة او للقيام بزيارة ممكن تعالج اليوم بعض المسائل الادارية والتمولية وهذا الامر بتطلب منك توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية ولكن قبل ما توقع على اي ورقة حاول انك تراجعها واتدقق بتفاصيلها برج الثور طبعا ما زالت الامور القمر موجود بمكان شوي متعب بالنسبة للكم هو بيت المتاعب لغاية ساعات ما بعد الظهر الاجواء بتتحسن فمن الان لغاية ساعات ما بعد الظهر بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني بتكون تضعوا سلم لأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم راحتكم اليوم بتنخفض الوتيرة عندكم لحياتكم بشكل كبير وممكن تتأخر مشاريعك وربما تلغى وخصوصا في فترة الصباح لأنه فترة خلوب مسار فبتنضغطه بشكل كبير فعشان هيك بتكون تتجنبوا اتخاذ أي قرار وبدك تتأكد من أي حجز لأنه ممكن تتفاجئ إنه ألغي أو موعد مثلا التغى أو شخص كان وعدك بشيء وبطل يعمله أو أخلف بوعده أو سوء تفاهم وهذا الأمر لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتصير عندك ثقة بالنفس أكبر وبيعمك النشاط برضو بتبادروا لخطوة جديدة بتدعم مركزكم الاجتماعي طبعا القمر رح يدعمك بشكل كبير في مكانه هذا اليوم ولكن في ساعات المساء بدك تحذر لأنه بده يصير منتحس هذا الإشي ممكن يخلي مزاجك حاد شوي وبرضو يعمل بعض الخلافات اللي إلها علاقة في المنزل أو في العائلة أو قلق على أحد أفراد العائلة برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم اليوم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة حاول أنك شوي تكون متواصل جيد مع صدقاتك ووعودك وتوفي بوعودك قدر الإمكان ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه حاول أنك تكثف ارتباطاتك بالفترة هاي وحاول أنت بحاجة لنوع من أنواع التعاون مع الآخرين ولكن من بعد ساعة الظهر بدك تحذر لأن القمر رح يتحرك ويصير فيه برج الثور وبيت متعبك فعشان هيك شوي بدك تركز على الوضع الجسدي والنفسي بالنسبة لك حاول تنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون إهمال صحتك ما تراهن على الحضود ممكن يتعاني من نوع من أنواع الركود ومراوحة المكان أهم شيء أنك ما تجازف بصحتك أو بعلاقاتك أفكارك ممكن تصير مشوشة شوي والظروف مخيبة للآمل فهذا الأمر بتطلب منك طيلة البال وطيلة النفس وتركز مزبوط وما تبادر بشيء جديد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة خصوصا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا طبعا اليوم بينجحوا بإثبات جدارتهم خصوصا أمام المسؤولين أو زملائهم في العمل وبإمكان كل يوم تحفظوا على إنجازات كل قائمة في عملكم يعني أي إشي بتعمل فيه ممكن اليوم تتمموا أهم شيء أنك تهدئ من روعك حاول أنك أنت ما تنفعل كثير وحاول أنك ما تخالف القوانين وما تدخل بأشياء مشبوهة وما تجازف بالأمور المالية تحديدا لأنه هاي الفترة برضو بتضمنها بما أنه في خلوم مسار بتكون مشحونة بمتاعب ونوع من أنواع التوتر حاول أنك تتعالج الأمور بهدوء وحاول أنك تقدم أفضل ما لديك في هاي الفترة عشان يعني ممكن يكون فيه انتصار مهني أو اجتماعي بالفترة هاي فحاول أنك تستغلوا من ساعة ما بعد الظهر بعد ما ينتهي خلو المسار بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرفاته أو بالطلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوطات حاول أنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد هاي فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة يعني الأجواء تقريبا جيدة لهاي الأمور ممكن بعضكم يهتم ببعض الأمور أو الأوراق أو المعاملات الحكومية برج الأسد طبعا بظل النشاط موجود عندكم والسرعة البديهة عالية رغبتكم بالاتصالات بالتنقلات في منكم ممكن يكون على سفر أو يستقبل ضيف جاي من خارج البلاد اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده قضية قضائية لغاية ساعات الصباح منقدر نحكي هاي أمور إيجابية وجيدة حتى لا إجراء المقابلات والامتحانات ولكن عشان في خلوم مسار منقول إنه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضور وحاول إنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة ممكن تنجح اليوم في الترويج لعملك وكسب الدعم والتأيد ولكن حاول إنك ما تهمل واجباتك حتى ولو كانت هاي الواجبات كثيرة وكانت صعبة نظم وقتك بشكل جيد وحاول تتفادى التأخير من ساعات ما بعد الظهر القمر بصير في مكان اللي هو في برج الثور صحيح إنه تربيع معاك ولكن إنه برضو يكون مناسب لإلك فبصبح هذا اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أو أعمالكم أو إنك توعد مع أحد المسؤولين لتطرح فكرة معينة الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيه قلق حول أحد أفراد العائلة أو ممكن تواجه مسؤولية أو عبء مهني أهم شيء إنك في الفترة هاي ما ترتكب أخطاء وخصوصا إنه شوي المواقف بتكون حساسة بالفترة هاي برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم وبتظل الحسابات المالية هي الشاغل لكم في الفترة هاي وخصوصا الأموال المشتركة الفرصة متاحة لمكسب الوصلة بشراكة بتعويض بقرض برهان بإشي إلو علاقة بمثلا ميراث أهم إشي أنك تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الوضع المالي اليوم أنتو بحاجة شوي لنوع من أنواع يعني ضلت الروح ما تترك أنه ذيول المتاعب أنها تسيطر عليك وبرضو في نفس اللحظة إذا كان في أوراق حاول أنك تراجعها أكثر من مرة ما توقع عليها يعني بدك تدرسها وإحذر من خلافات ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو المعارف أو مثلا يكون فيه صدمة منهم أنهم قذلوك بالفترة من ساعات ما بعد الظهر الوضع رح يتغير تماما فرح تنشطوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة رح تلاقي الحضور الدعميتك بشكل كبير ممكن تنجز أشياء مهمة جدا اليوم وممكن تنجحوا في أمور خصوصا اللي عندهم سفر أو عندهم اتصالات بعيدة أو أعمال مع أشخاص مقيمين خارج البلاد عندهم امتحانات في ساعات المساء برضو ممتازة جدا وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم وبترتفع عندكم المعنويات وفرص النجاح بتصير يعني بشكل أكبر من الأول وممكن تعاود للإمساك بزمام الأمور وتعوض الأيام اللي راحت يعني إلى أشياء اللي تأخرت عليك برج الميزان بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم القمر ما زال موجود مقابلك تماما وهذا الإشي يعني بسحب من طاقتك على مستوى الشراكة وعلاقتك بالزوج بالزوجة بأمور لها علاقة بشريك المال هي أيام مناسبة حتى لو شيء له علاقة بتوطيذ العلاقات والمصالحات ممتاز جدا ولكن المشكلة أن الطاقة الضعيفة هاي بتخليك تفقد سيطرتك فعشان هيك ممكن تعصب ممكن شوي يصير في بعض المتاعب بدك تتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية بدك تحاذر من الحوادث والأعداء لأنه بالفترة هاي يعني شوي بظهروا أكثر من الأيام الماضية في ساعة ما بعد الظهر بتتغير الأوضاع لأنه الأمور رح تصير باتجاه الوضع المالي بخف الضغوط عليك الأكثر يعني طاقتك بتصير ترتفع شوي بتمنحك هاي الفترة فرصة لمكسب بيجي الوصلها بشراكة بتعويض بقرض بتأمين أشياء ديون قديمة بتحصلها ولكن ممكن صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية أو عليها علامة تستفتهم بحاجة للانتباه إلها ممكن تفكر بمستقبلك وممكن تقدم بعض التنازلات وتتراجع عن خطوة أو عن قرارات سببت لك إزعاج وعدوات بالفترة الماضية برج العقرب حاولوا إنكوا تنجزوا أعمالكم بالكامل ما زال القمر في البيت السادس بيت العمل والصحة والآن بيتحرك باتجاه مقابلتك تماما فعشان هيك ممكن يصير خلافات أو صوت فاهم ما بينك وبين أحد الزملاء ممكن أمور إلها علاقة بأوراق أو عقود يصير فيها الضغط أو يعني يتراكم العمل فيها بتكون تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات يعني ما تخلي أعمالك تكون مخربطة اليوم حاول تنظم وقتك بتكثر عندك النشاطات وممكن تشعر بنوع من أنواع التعب أهم شيء أنه اليوم تحاول أنك تسيطر على انفعالات قدر الإمكان وخصوصا أنه فيه خلوم مسار بعدين القمر بد يصير مقابلك تماما فهنا بعزز من اللي هو علاقتك مع الشريك أو شراكتكم شريك المال شريك العاطفة واليوم هذا مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن بدك تحاذر من الإنفعالات زي ما حكينا لأنه اليوم ممكن يكون صعب التفاهم معك ممكن يكون فيه مشكلة أو يعني أنت بغنى عن المشاكل نهائيا لأن الأجواء هي أجمالا فيها نوع من أنواع التوتر ممكن مشاكل طارئة أو بدك تكون صبور ما تتذمر ممكن يصير فيه بعض الاتصالات البعيدة أخبار من الخارج تجيك شوي تزعجك أو تأخيرات فبدك تضبط أعصاب قدر الإمكان برج القوس بتزداد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم ما زال القمر موجود في مكان قوي جدا بالنسبة للكم اللي هو البيت الخامس فهذا بيت بيعزز أمور إلا علاقة بعلاقتك بالأحبة أو اتجاه الأحبة الأبناء الأمور الفنية أمور التجميل هاي كلها يعني تقريبا بتعزز العلاقة معهم بشكل كبير وبرضو تصلح للأعمال الفنية في عندك نشاط عندك دينماكية بتميل له ترفيه عن النفس وبرضو اليوم أنت برضو من الآن لغاية ساعات الظهر بتستحق كثير من الأشياء هاي ولكن بدك تنتبه يعني عشان تكون حذر أنت وترتب وضعك بشكل جيد من ساعات ما بعد الظهر أو يعني تقريبا بدك تضبط أعصابك لأنه شوي بده يبدأ الجد هنا القمر بده ينتقل يصير في بيتك السادس اللي العلاقة بالصحة والعمل فعشان هيك ممكن يتراكم العمل عندك حاول ما تهم الأعمالك حاول تنظم وقتك بشكل جيد حاول تنتبه لصحتك لغذاءك تأخذ قصد كافي من الراحة حاول أنك ما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية بدك تعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح ممكن اليوم يكون لك بعض الأعمال اللي إلها علاقة بالعقود أو الأوراق أو البنوك أو تهتم ببعض المعاملات القانونية أهم شيء ضبط العصاب وإتمام المعاملات في وقتها برج الجديد بترغب اليوم في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ما زالت الأجواء البيتية والعائلية هي اللي بتشغل فكركم هي اللي بحاجة لنوع من أنواع التنظيم فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض الأفكار والهواجس والمواقف اللي بتصير داخل البيت حاول أنك أنت يعني تمسك عصابك ما تخلي أفكارك تشطح كثير في نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة خلال هذا اليوم لكن ممكن يسود بعض التوتر بسبب حدث طارق طبعا هاي الأمور بتظل غاية ساعات ما بعد الظهر ولكن حاول أنه ما قبلها ما تشتري شيء جديد ما توقع على أوراق إلا إذا يعني درستها وراجعتها مظبوط أو استشرت أهل الإختصاص من ساعات ما بعد الظهر بتتغير الأجواء بشكل جذري فبتصير تركيزكم على التقرب من أحبائكم تعزيز العلاقة معهم مع أبنائكم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا بتجد حليفي بيدعم تصوراتك أهمش أنك ما تستسلم حاول أنك تكرر المحاولات ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة أو أنك تميل للسفر أو الإطلاع على موضوع العلاقة بدولة أخرى يعني بتهتم في هاي المسائل ولكن موضوع الشراكة والعلاقة ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين الزوج بتكون عالية جدا الأجواء رومانسية وفيها نجاح ولكن يعني ممكن هيك قلق حول أحد الأحبة بور جدا له بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات طبعا اليوم يعني من الآن لغاية ساعات ما بعد الظهر سفر تنقلات اتصالات اهتمام بالسيارة بأجهزة إلكترونية والأبناء بأحد الأخوة ومنكم ممكن ينطلق اليوم في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح استطاعت قلب المعادلة لصالحك لغاية ساعات ما بعد الظهر أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تبحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط اليوم أنت بتمتلك سرعة خاطر ومهارة ملموسة لغاية ساعات ما بعد الظهر بعدين بصير الأمور إلها علاقة بالبيت بصير تركيزك كامل على البيت على العائلة فعشان هيك بصير عندكم قدرة على التواصل وإدخال تعديلات مطلوبة على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنه ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وعلى أداءك حاول أنك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة لأي شخص بيحتاجها يعني الأجواء جيدة ركز على عملك حاول أنك ما تهمل أعمالك نهائيا بالفترة حاول أنك تبتعد عن أي خلافات ممكن تكون ما بينك وبين شريك المال شريك العاطفي دقق بالأوراق والمعاملات خوفا من الغش والخداع وما توقع على أوراق دون مراجعتها واستشارة أصحاب الاختصاص برج الحود بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية الأجواء المالية فيها بعض الأخبار السارة بيلعب قريب إلك دور مهم ممكن تهتم بقضية شراكة أو عمل ممكن يتعالج بعض الأمور بشكل دقيق وتهتم لأولوياتك المالية ممكن تجد الحلول والتسويات خلال الفترة صحيح أنه عندك أنت ضغط إلو علاقة بأحد الأبناء أو أحد الأحبة شوي في قلق عندك بهذا الموضوع كمان عندك موضوع اللي إلو علاقة بتنقلاتك واتصالاتك وإنفعالاتك بالفترة هاي الأعطال اللي ممكن بتتعرض لها أو التأخيرات يعني شوي هاي مؤذية طبعا ولكن إجمالا اليوم الأجواء بتظلها جيدة وخصوصا مع حركة القمر الآن إنه في مأنازل مهمة لإلك وانتقاله في ساعات ما بعد الظهر لبرج الثور هذا داعم قوي بالنسبة لإلك فبتنشطوا بالاتصالات بالتنقلات بالسفر بالحوارات هاي الفترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو مساندة أحد المعارف لإلك حاول أنك تكون عنصر إيجابي حاول ما تكون حد بطباعك عشان ما يكون فيه نفور بينك وبين الأشخاص اتفهم الآخرين وابقى هادئ ما تفوت عليك فرص المصالحة والتسوية حاول أن تكرر المحاولات السابقة ما تستسلم ولكن برضو بدك تنتبه من السرعة ومن سوء التفاهم ومن بعض الأعطال هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء